اكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل مواصلة المساعي والجهود نحو تعزيز خلق المزيد من الفرص النوعية والمسارات التنموية التي تستهدف في المقام الأول أبناء الوطن وذلك لصناعة حاضر مزدهر ومستقبل مشرق وفق رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم والتوجيهات المستمرة لسمولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقله سعادته حول آخر مستجدات التوظيف والتدريب خلال النصف الأول من العام 2022 والذي يأتي ضمن تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023 والتي تندرج تحت أولوية خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل والتي تهدف إلى توظيف 20 ألف بحرني وتدريب 10 ألاف بحرني سنويا حتى العام 2024 وذلك ضمن خطة التعافي الاقتصادي وقال حمدان إن الخطة الوطنية لسوق العمل وبن خلال أهدافها ساهمت في نمو القطاعات الاقتصادية المولدة للوظائف بسوق العمل وارتفاع معدلات التوظيف خلال النصف الأول من العام الجاري لتحقق ما نسبته 72% من هدف توظيف 20 ألف بحرني سنويا حتى العام 2024 نجحت البحرين نجاح كبير في الاحتفاظ بقوة العمل ومنع التسريحات وجينا للمرحلة الثانية التي أطلقت فيها الحكومة خطة التعافي وأقرت فيها أيضا الحكومة خطة تنظيم سوق العمل وقالت للجميع المواطن أولا له أفضلية التوظيف فكان التوظيف في النصف الأول من عام الماضي 12 ألف وشوي الآن 14 ألف و321 بمعنى نمو إضافي ونجاح إضافي لما يتحقق بعد 2021 فعندنا من ضمن العدد المتوظف 77% من مقدار 11 ألف وشوي هؤلاء سبق لهم العمل وفيه عندنا داخلين جدا في سوق العمل 23% حسب الرقم الموجود الرقم الفعلي هو 3294 هذه النسبة كانت في حدود حوالي 50 في سنتين سابقتين معناته النظام الآلي الحاسب الآلي في الوزارة تطور وأصبح يقدم خدمات لأصحاب العمل وأيضا جميع الباحثين عن عمل يسجدون بأنفسهم كافة المؤهلات وكافة التفاصيل والسير الداتية اللي يحتاجها أصحاب العمل فكل ما نجحنا في ذلك كل ما كان النظام منظم أكثر ومركزي أكثر ويكسب ثقة أصحاب العمل وأصحاب العمال بشكل أكثر التحديين اللي الآن احنا نبّي إن شاء الله بتضافر الجهود نحقق فيها تقدم أكثر هو زيادة معدلات توظيف الإناث وزيادة توظيف الجامعيين في التخصصات اللي هما يواجهون فيها صعوبة وفي السياق ذات أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الاقتصاص لتوجيه الطلبة عبر برامجة معينة لاختيار تخصصات حرافية في جهود مكلف فيها وزارة التربية ووزارة العمل إن احنا نوجه الناس نوجه الطلاب أكثر مو عبر كلام يعني عبر برامج معينة لاختيار تخصصات حرافية فنية يعني في تشهد بعض العزوف يعني بعض الشباب يعني يمكن عنده فرصة أكبر أن يروح في المعاهد التدريب في الكليات التطبيقية ففي مشروع حكومي قادم أكيد أنه راح يعلن عنه بتشجيع البولي تكنيكس وتوسيع أعمالها على مستوى البحرين معهد البحرين للتدريب تدعيمه وفتح فروع أخرى معاهد التدريب اللي احنا نتعامل معاهد أهلية دخلت تحسينات كبيرة في برامجها وإن شاء الله نشهد عندنا خطة كاملة لموضوع الإرشاد والتوجيه بينزل إلى مستوى الدراسة في المستوى الابتدائي ومستوى الثانوي ومستوى الجامعي وندخل في جفود راح نعلن عنها عما قريب إن شاء الله بالتعاون مع الجهات المختصة بحيث أننا احنا نحاول نعدل من السلوكيات أو ترشيد ترشيد اختيارات الشباب هذا عنصر يتعلق بالبنية التحتية لسوق العمل ترجمة نانسي قنقر